أهلا وسهلا فيكم في هذا الدرس رح نقرأ ونفسر جداول وأشكال بيانية خلينا ناخد مثال الشكل المجاور يمثل العمولة التي حصل عليها كل من أحمد وعمار وأمل في الشهور الأربع الأولى من السنة بالدينار نلاحظ أن اللون الأصفر يمثل عمولة أحمد واللون الأزرق يمثل عمولة عمار واللون الأخضر يمثل عمولة أمل ما هو الشهر الذي تساوت فيه عمولة كل من أحمد وعمار وأمل شهر ثلاث ما هو الشهر الذي حصلت فيه أمل على عمولة أكثر من أحمد وعمار شهر أربع ما هو الشهر الذي كانت فيه عمولة أحمد أقل ما يمكن شهر واحد سجل عمار درجات الحرارة اليومية في أول أسبوعين من شهر شباط وأنشأ رسم بياني كما يلي نلاحظ أن درجات الحرارة تتغير إما صعوداً أو نزولاً الآن ما رأيكم أن نجيب على بعض الاستفسارات؟ ما هي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها وفي أي يوم؟ أعلى درجة حرارة 16 درجة مئوية في اليوم الرابع عشر ما هي أقل درجة حرارة تم تسجيلها وفي أي يوم؟ أقل درجة حرارة في اليومين الثاني والثامن كانت 6 درجات مئوية متى كانت درجة الحرارة 8 درجات؟ في اليوم الأول والسادس والتاسع في مصابقة تحدي القراءة العربية نظم التمثيل التكرار الآتي بعض الطلبة المشاركين وعدد المدارس ما عدد الطلبة المشاركين؟ عدد الطلبة يساوي 5 ضرب 8 زائد 10 ضرب 16 زائد 15 ضرب 14 زائد 20 ضرب 4 يساوي 40 زائد 160 زائد 210 زائد 80 ويساوي 490 طالب ما عدد المدارس التي شارك بها أكبر عدد من الطلبة؟ عدد المدارس يساوي 14 مدرسة لأن 15 ضرب 14 يساوي 210 طلاب وبنهاية الدرسة بنكون تعلمنا كيف نقرأ ونفسر جداول وشكال بيانية عدد المدارس